قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز إن قدر الأردن أن يواجه التحديات باستمرار بسبب موقعه الجيو السياسي فمنذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطته الدستورية وجه الأردن تحديات كبيرة واستطاع بحكمة جلالته وحنكته السياسية تطويع الأحداث الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحنا وعرض الفائز خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الحوار الديمقراطي الوطني بعنوان التحديات التي تواجه الأردن والعضوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب العربي الفلسطيني لأهم هذه التحديات المتمثلة باحتلال العراق والأزمة المالية عام 2008 والربيع العربي وانقطاع الغاز المصري والحروب الأهلية في العديد من الدول العربية وانتشار الإرهاب واللجوء السوري بالإضافة إلى صفقة القرن التي طرحتها الإدارة الأمريكية السابقة والعضوان الإسرائيلي الغاشم على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وقال بحضور رئيس الجمعية العين محمد داودية إننا الأقرب إلى فلسطين والقضية الفلسطينية ونساند كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال مشيرا إلى تصدي جلالة الملك عبدالله الثاني بكل قوة وحزم للعدوان الإسرائيلي الغاشم وأضاف أن جلالة الملك كشف الأكاذيب التي بثتها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول مؤكدا أن هذا الجهد الملكي الفاعل كان له الأثر المباشر في تغيير كثير من السياسات الأمريكية والأوروبية توجه العدوان الإسرائيلي وأكد أهمية الالتفاف خلف جلالة ملكنا وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في تصديهما للمخططات التي تستهدف الأردن وللحملة المصعورة من قبل تجار المخدرات ومهربي الأسلحة من الداخل السوري بشتى الطرق